وللمزيد من المتابعة حول هذه الزيارة لسيد الرئيس عبد الفتاحة سيسي إلى العاصمة الألمانية برلين ورئاسة سيادته بشكل مشترك مع ألمانيا لحوار بيترسبرغ للتغيرات المناخية ينضم إلينا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأخبار أستاذ أشرف تحية طيبة في البداية وهذه الفعلية والمقدمة لكوب 27 وكافة الملفات التي تم التباحث بشأنها ما بين سيد الرئيس عبد الفتاحة سيسي والمستشار الألماني كيف تقرأه؟ مستير خير لحضرتك بكل تأكيد هذه الزيارة بركة كبيرة من الأهمية من حيث وضعها كل تحديات وتحديات الدولية بالإضافة إلى أنها الزيارة الرئيس عبد الفتاحة سيسي للقاعد المستشار الألماني في ظل تولي سيد شولتز مسؤولية مستشارها في ألمانيا بعد السيدة إنجيلة وبالتالي حجم ما تم تحقيق في السنوات السامنية الماضية بين مصر وألمانيا ساعدت أن يكون هناك درجة كبيرة من التفاهم والطلاقي المصر الألماني على مسارات العلاقات السنائية ومسارات التنمية تعتبر أن ألمانيا أصبحت شريك رئيسي وجواري لمصر في السنوات الماضية عبر جملة من المشروعات الأمناعة كشفجال الكهرباء والسجاج الحديدية والأنفاق والمشروعات تصل بالتعلقة بالتنمية المستدامة في مصر تعتبر أن ألمانيا وجدت نسيب من النجاحات مع مصر في توفير مناخات لعلاقات مصرية وتجارية بالإضافة إلى الاشتراك بين القاهرة وأيضا ألمانيا فيما يتعلق بمشروعات الخاصة بالطاقة في المرحلة القادمة في زد استضافة مصر لقوب 27 في شهر نيسانبر القادم في شهر مشيف واهتمام ألمانيا بمشروعات الطاقة النظيفة وليدرجين بالتعاون مع مصر في هذا القطار حتى مع مصر لحقاقة نجاحات في مجالة طاقة نظيفة وتستعد للإسترافة أكبر مؤتمر على مستوى دول العالم تشارك به مئة ثلاثة أسلاثة دولة في شهر فانتر القادمة في شهر مشيف وهناك ملاحظ ثلاثة عناوين رئيسية في الكمة المسارة الألمانية دولة تتعلق بالمناخ ومشروع برئيسة المتبتاح السيسي في مؤتمر ستورك وما طرحهم مجموعة من الآليات الخاصة بمعالجة أزمة الطاقة والمناخ في مرحلة القادمة مطلبة المجتمع الدولي بالأكل لديه دور التعاون والتكاتف لبوجبات التحديات المناخية في المرحلة القادمة ونفعلته مصر أجل التغلب على مشكلات المناخ وضعات سرعات المجتمع الدولي عبر مؤتمر ستشيخ وضع حد باغي الأهمية لما يتعلق بكل السحبيات الخاصة بأزمة الطاقة المرحلة القادمة أزمة المناخ في المرحلة القادمة وضعات الخفاض درجة الحرارة في العالم لدرجة ونصف حتى نستطيع المجتمع الدولي أن يواجه كاسب للتحديد ثم أيضا القضية السنية تتعلق به أن يكون هناك درجة كبيرة من التعاون بين مصر وأربانية في مرحلة القادمة في مكان المطاقة والغاز خاصة أنه تم توقيع التطوات بين القاهرة والمطاقة الأوروبي لتبرير وقاتل غاز في مرحلة القادمة عبر الزياز المثال حططي أدكو ودومياط وأعتبر أن مصر أسلحة دولة رائدة في شرق المتوسط وهي الاستراتيجية المصرية بتحويل مصر إلى مركز لوجستي لتصدير الطاقة لكن داني أتحدث معك فيما يخص العلاقات السنائية ما بين دولتين صديقتين على مدار أعوام ماضية وليست صداقة أو علاقات وليدة اللحظة دائما يكون هناك نوع من التعاون في مجال التدريب الفني والمهني والتكنولوجي ما بين مصر وألمانيا لا توقف فقط على ذلك بل أيضا توطين هذه الخبرات في الداخل المصري وتوطين الصناعات بالكيفية الألمانية أو دعنا نتحدث عن سياسة العمل الألمانية ووتيرة الصرع التي تتميز بها دائما كل التأكيد لعلاقات المصرية بعد أسابيع معظمنا ستبدأ تبقى سنبعين سنة عاما من مسيرة العلاقات السياسية والمكتماسية بين البلدين هناك تاريخ مشترك هناك مشروعات عملاقة بين البلدين فيما يتعلق بسيئة لمسائل التدريب ونقل الخبرة الألمانية في مجال العمل بجانب المصري وأعتقد هذا ليس أوليدي الآن أنا أتركع انفعاد التسعينات والثمالينات عبر المشروع المعروف بما يتعلق به التدريب الخاص وأيضا مجموعة من المشروعات الأملاقة في مجال التدريب والأداد وأعتقد أن كان البلداني أصبح هذه درجة كبيرة من خطين مع أن هناك درجة كبيرة من اقتتاح في مشروعات المجاح للإنسادي في مصر وأن مصر استطاع التدريب الثمالية الماضية أن تحقق مع أشبه المعارضة الاتصادية في مجال الإصلاح الاتصادي وفتح الأفاق والأمام الاستثمارات ونفع معادلات التنية في مصر في وكيرة سريعة وبالتالي ألمانيا أصبح هذه درجة كبيرة من المشاركة عبر حكومة الألمانية والقطاع الخاص مشروعات أمضاقة في مجال الإنس في مجال الإنساة في مجال القارباء في مجال الأنفاق وبالتالي هي تريد أن تنقل الخبرة الألمانية بالتعاون مع المصر في مشروعات الإصلاح الاقتصادي يعني يكون هناك تنمية مستدامة ومشاركة مصرية ألمانية في هذا الشئر نجحة فسر ألمانيا في مشروعات القصة بالتدريب وهناك ما يعرف المشروع القديم الذي من خلاله يتم بفتح مطمئة مثلا في القصة بالتدريب والأعداد والتعليم الفني في مصر وأعتقد الجانب الألماني أحيى هذا المشروع في سنوات ما يمكن أن يضيفه لسوق العمل المصري الذي هو بأمس الحاجة إلى هذه الكادرات الفنية في التعامل مع متطلبات العصر كل تأكيد صغير المعادلة في ظل انفضاح مصر لمشروعات المصرية وفتح الأفاق أمام مجال الصناعة في مصر بأعداد والتدريب لكوادر جيدة لدماشة مع مشروعات طموحة للإصلاح الاقتصادي في مصر مجاعة مصر ولديها أيضا رغبة كبيرة في مضاعفة هذه النجاح في السنوات القادمة من خلال رؤية 2030 المصرية أعتقد أن سيكون هناك بالفعلة درجة كبيرة من الاستفادة من حجم النجاح الألماني والمكينة الألمانية في المشروعات الخبرى في اعتبار ألمانيا كطيرة أوروبا والعالم في الصناعة هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على المشروعات الخاصة في التعاون والتدريب في مجالات التدريب والتدريب الصناعي بين القاهرة وبالليم وسيلعب دورا كبيرا فتح الأفاق لمشروعات أملاقة تلعب دورا كبيرا في نقل الخبرى والتدريب والليجيستيات الألمانية وبالتح الأفاق أمام مشروعات أيضا تخلى لها أجمال تتوفر التدريب وتتوفر كثير من العمالة المهيرة التي تتطيع في الصناعات القادمة أن تضع أجمعها على أسيرة إصلاح سماعي واقتصادي بلغ الأهمية في المرحلة القادمة حتى تستطيع تصلاح بشكل كبير من الجدية والنجاحات وتلاحق ألمانيا فيما يتعلق بتوفير والأتحاد الأوروبي والأفاق المستقبلية لهذا التعاون في ظلي أزمة اقتصادية عالمية أعتقد ما كبهان أوروبي في السنوات الـ 15 والعشرين الماضية بلغ غزولاته في السنوات القادمة الماضية فضلت عظم تحديات سواء المسألات السياسية أو الاتصادية وبلغ غزولاته من الاعتماد الأوروبي والألماني على المصري فيما يتعلق مع أزمة الغزاء ومع ذلك بعد الحد الأوروبي وأزمة الطاقة وأزمة الغزاء وبالتالي أحاد الأوروبي وألمانيا لذلك من درجة كبيرة من الاعتماد على مصري وعلى دولة أحواري تكيزة أساسية للأمن لاستقرار في إقليم الشرق الأوسط لعبت أدوات بلغة الأمنية في حافظ الأمن الوطن للإقليم واستطاعت مثلا أن توفر حاضنا أيضا لمسألات العملية السياسية سواء بين الفلسطين والإسرائيليين وبالتالي نكرهان أوروبي كبير ألماني كما قال مشير ألماني لأن ألمانيا تقدر الدول المصري في حرب غزة الأخيرة في العام الماضي واستمرار المساء المصري لعامات السنة والشارس المصري تدريب تحديات بعد الحرب من المصريات الأوروبيانية وما حدث من أزمات قصة في الصاد والأمن القدائي والطاقة هناك رغم فأني يكون هناك مادية التعاون والطلاق بين مصر وألمانيا في المرحلة والطاقمة والطاقات الأوروبي في المشروعات أبداقة وكبرى وأنا أستنتج مما حالة كنتمر صاحب اليوم أن الرئيس دي على الجانب الألماني باستثمار في مشروعات طاقة نظيفة ويقامت مشروعات ألمانية أوروبية في مجال الغاز في المرحلة القادمة وأعتقد أنه ما بعده من تغضى ألمانية وأوروبية أيضا على يقام مشروعات خاصة في المرحلة القادمة توفر طاقة كوة من الغاز في أوروبا في الحالة القادمة بعد مطموعة التفاقات التي تم توقعها بين مرسل وقعات أوروبا في السابع الثلاثة الماضية ناحية وبعد أيضا نجح مصر كمحور استراتيجية الطاقة في منطقة شركة متوسط يلعب دورة كبيرة في سد الغاز الذي فقده من الحرب الروسية الأقرانية تصميم ومنتدى شرق المتوسط الذي كان المقر الخاص به في مصر لكن دان يتحدث أيضا عن الدور الريادي لمصر سواء فيما يخص الشأن الإفريقي أو يخص الدائرة الأكبر بالشأن العربي والشرق أوسط بدوله المختلفة التي ما زالت تعاني من أزمات تمس بشكل مباشر شعوب هذه الدول ومصالحها ومن ثم تطل أيضا القارة الأوروبية تحدث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لابد من البعد عن المسببات أو نزع فتيل المسببات التي تؤدي إلى هذه الأزمات ومن ثم تفاقم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المختلفة كيف ترى هذا الأمر والجهود المصرية الرائدة فيها أعطي الألمان الأوروبيين قناعة علامة سنة الآن ركيز العبوض المصطبي لمصالح الغرب للشركة أسطور ومصالح هذه الدول المديها من تاريخ وعراك حضور سياسي نتمتع بكسير مقومات وعالات القوة السياسية والحضور والاشتباك السياسي مع قضايا الإقليم وتوفر حلول واستحقاقات لقضايا الشرق الأوسط من خلال هذه النجاحات لدى أوروبا وألمانيا ودرجة كبيرة من الرحان على استعمال هذا الدول المصري بأثير أن كل إشكاليات المنطقة تحتاج إلى محرك رئيسي وأعطيك أن هذا المحرك وهذا النفاء خلال جدها تطاعت تلعب دورة في تلك السياسي الماضية استعارض بقوامات التقليم ثم الانفتاح مع كسير من الزوان العالم ثم النجاح أيضا فيما يتعلق بالنجاح الانفصادي بالتالي هذا النجاح أهل مصر لإستعارض بما يتعلق سياسي ولعب دورة كبيرة في تغيير المعادلة في تقليم الشرق الأوسط تقدر العودة القوية لمصر تقدر تغيير كسير من موازين القوة في المنطقة وبالتالي أصبح رقرهان على طول المصري يسعى إلى تجديس الاستقرار والسلام والأمن في الإقليم خلال تجارب المصرية مكافعة الانفاق أو فيما يتعلق بساحة اصطادي أو استعار الزمام على القيارة والطول السياس في الإقليم أصبح هناك شريك أساسي لإقليم والمجتمع الدولي ووجدنا أيضا نرف ألمانيا الرهان على مشروعات مصلاح فيما يتعلق التفاق والغاز والمناخ مرحلة القادمة لأطفال أبدال الباغ وفرص التشغيل والتنمية المستدامة داخل أدول المختلفة أشكرك يا جزيل الشكر الأساذ أشرف العشر مدير تحرير جريدة الأرم